عايزك تقول لي الفترة اللي جاية الفترة اللي جاية كنا بنتكلم عن مرشرة الزمالك اللي فاتت وفيه نازة مالك دايما بيعمل عكس المتوقع تلاقيه ماشي في الكيرف معين نفس سيناريو السنة اللي فاتت لو رجعنا للسنة اللي فاتت هلاقي نفس الكيرف تلاقي نازة مالك بيختم الدور الأول في الصدارة بعد كده بيخسر مباراتين من أمبي وطلاع الجيش لو تفتكر في أول تولي لي فريرة في الولايات التانية يعني في أول مباراته ولكن اللي جاي انت شايفه ازاي معنى الزمالك هو طبعا في البداية لازم نفى منه أي فرقة في الدنيا الطبيعي بتمر بمرحلة لازم الكيرف ينزل لازم انت بتلعب في مصابق الدورة فيها أكتر من 34 ماتش بتلازم بتلعب ماتشات هتكسب ماتشات هتخصى ماتشات عادل لأن كل الأندية بيحصل فيها كده مرحل المدريد بيتغلب من فياريال فبنشوف أنه النتائج بموت زبزبة في كل الفرقة مش شرط تكسب كل ماتشات مش شرط إن أنا وإلا بقى يبقى خلاص يبقى ملاش لازم الماتشات إنما الفرقة كلها لازم تمر بالمرحلة دي تراجع في المستوى تفهم أن انت عندك ممكن يبقى عندك أخطاء فنية في نقطة أو اتنين أو تلاتة بتصلح الأخطاء دي وبعدين بترجع للفرقة التانية تقف على رجليها كلنا سكوا في نادي الزمالك زي ما انت عارف أن نادي الزمالك مش دايما الدنيا بتمشي بشكل سالس دايما حتى البطولة اللي بناخده بتيجي في الأوقات الصعبة أو الأوقات اللي هي تبقى كل الجمهور حس إن فيش أمل السنة اللي فاتت كلنا بعد موضوع القيد ومش القيد وبتاعه كلنا كنا قلقانين كزامة الكوية على موضوع إن ما فيش صفاقات وفيش دعم للفرقة لكن بيفجئنا الزمالك إنه بياخد بطولة الدوري المرة تانية على التوالي فكل دي حاجات بتخليك كل عندك سكة في الفرقة دايما انت ورى الفرقة دايما وجمه رقم واحد دايما هو كلمة السر أبو حميد في دعم الزمالك بيتشوف حتى بعد الإخفاقات اللي بتحصل باللعيب بتروح عند الجمهور الجمهور بيحيهم بالاسم واحد واحد بيمش وراهم لحد من أسوان لسكندرية المتش الجاي وتوبيسات طلعة ومجلس الإدارة الصراحة في النقطة دي مش مأثر وبنواجه له كل الشكر وكل التحية إنه واقف ورا الفرقة واقف ورا دعم الجماهير في النقطة دي فالجمهور طول ما هو طول ما انت كلعيب حتى في الملعب حاسس إن الجمهور وراك أنت بتبقى عندك واخد دفع واخد سابورت إن انت تأدي أحسن مع عندك وتأدي أفضل أداء عندك ففكرة إن انت مثلا تتعادل ماتش تغلب ماتش دي حاجة مش لازم نقف عندها كتير ولكن تقف على الأخطاء الفنية اللي ممكن تكون حصلت جوه الملعب وتقف ترجع تقف على الجهة تانا عشان عندك ماتش جدول صعب جدا للشهر ده ما فيش أي رفاهية لإن انت تفقد نقاط تاني سواء على المستوى الدوري أو حتى إن انت في بطولة الكاس مع بيرامدز وبعد كده أبطال أفراقيا فعندك معترك من المباراة قوي جدا لازم إن انت تركز في كل المباراة وتنسى بقى اللي فات وتفتح صفحة جديدة في المباراة اللي جاي